بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب وطالبات الصف الثالث للتعليم المستمر معكم المعلم مريم محمد الشريف اليوم سنكمل سويا سورة القلم الجزء الثاني من الآية العاشرة إلى الآية الثانية والعشرون مقرر تلاوة بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ بين أيدينا كتاب الله المعظم تلاوته وحفظه وتدبره عبادة نؤجر عليها أهداف الدرس لهذا اليوم التلاوة الصحيحة لسورة القلم مع الانطلاق في التلاوة وتحسين الصوت تطبيق آداب التلاوة واستخراج أحكام التجويد ونتعرف سويا على سورة القلم نوعها وعدد آياتها وما ورد فيها من القصص إذن لدينا تلاوة لابد أن تكون تلاوة صحيحة بإذن الله بسورة القلم مع تطبيق مهارة الانطلاق ومهارة تحسين الصوت سنطبق سويا آداب التلاوة ونستخرج سويا آداب أحكام التجويد للنون الساكنة والتنوين وسنتعرف على سورة القلم وما ورد فيها من القصص هيا عزائي نتذكر سويا آداب التلاوة التي نعمل بها في كل مرة نتلو فيها القرآن الكريم الحرص على الطهارة وهي طهارة الصلاة وعدم لمس المصحف أو تقريب صفحاته إلا على طهارة الاستعاذ بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل مرة نقرأ فيها القرآن البسملة بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم وتكون في بداية كل سورة الحرص على الخشوع والإنصات فأجرها الرحمة من الله سبحانه وتعالى إن ورد علينا آية فيها وعد أحسنتم فلنسأل الله من فضله وإن وردت آية وعيد أحسنتم فلنستعيد بالله سبحانه وتعالى من عذابه التلاوة عبادة فلابد أن تكون أحسنتم خالصة لله سبحانه وتعالى فضل تلاوة القرآن نتذكر سويا بعض من فضائل تلاوة القرآن نيل الشفاعة يوم القيامة نيل أعظم المراتب يوم القيامة نيل الهداية من الله تبارك وتعالى حضور الملائكة مجلس قراءة القرآن الكريم تحصيل السعادة بطهر القلب في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة استقامة السلوك الفصاحة والنطق السليم هذه بعض من فضائل الحرص على تلاوة القرآن الكريم سورة القلم هيا أعزائي ما نوع سورة القلم أحسنتم سورة مكية وعدد آياتها بارك الله فيكم 52 آية ترتيبها في المصحف أحسنتم هي السورة 68 في أي جزء رائع في الجزء 29 إذن سورة مكية آياتها 52 ترتيبها 68 وهي في الجزء 29 المعروف باسم جزء أحسنتم جزء تبارك نتذكر سويا سورة القلم هي كما قلنا سورة مكية من المفصل آياتها 52 ترتيبها في المصحف 68 وهي في الجزء 29 والعشرين بدأت بحرف من الحروف المقطعة في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون نزلت بعد سورة العلق وهي ثاني السوري نزولا أمامنا نشاط آيات سورة القلم 52 آية سيتم التلاوة بإذن الله في هذه الحصة إلى الآية الثانية والعشرون كم سيبقى لدينا 52 آية سنتلو بإذن الله إلى الآية الثانية والعشرون كم المتبقي أحسنتم المتبقي ثلاثون آيان للحصص القادمة بإذن الله تعالى هيا سنراجع سويا الآيات السابقة من الآية الأولى إلى الآية التاسعة أرجو أنكم قد أتقنتم تلاوتها بالشكل الصحيح بإذن الله تعالى لا ننسى الاستعاذة والبسملة في بداية السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأدرا غير ممنون وإن لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون يا عزائي لنحضر المصاحف ولنفتح المصاحف على الجزء التاسع والعشرون سورة القلم لننسى أن نكون على طهارة أحسنتم لننسى الاستعاذة في كل تلاوة تحسين الصوت والترتيل الإخلاص دائما في أعمالنا لله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّا عِلِّ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأولين سنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا أَطَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الإنصات سنفسر الآيات المباركة تفسيرا ميسرا يقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ وَلَا تُطِعْ يَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أحسنتم عليه الصلاة والسلام لَا تُطِعْ كُلَّ كَثِيرِ الْحَلِفِ كَذَّابًا حَقِيرًا هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ معناها مغتاب للناس نقال للحديث لماذا على وجه الإفساد بينهم مَنَّاعٍ للخير معتد أثيم معناها بخيل بالمال ظنين به عن الحق شديد المنع للخير متجاوزا حده في العدوان على من؟ على الناس وتناول المحرمات كثير الآثام شديد الكفر عُتُلٍّ بعد ذلك زنيم معناها فاحش لئيم منسوب لغير أبي أن كان ذا مال وبنين معناها من أجل أنه كان صاحب مال وبنين هذا المفسد إذا تتلى عليه آياتنا ماذا يقول عنها؟ إذا قرئ عليه إحدى آيات القرآن كذب بها وقال هذه أباطيل الأولين وخرافعتهم سنسمه على الخرطوم معنا سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقة ليكون مفتضحا بها أمام الناس إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ وَلَا يَسْتَثْنُونَ وَلَمْ يَقُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهِ إِذَا لَابُدَّ مِنْ قَرْنِ كل أعمال نقوم به بمشيئة الله سبحانه وتعالى أصحاب هذه القرية طافة عفوا أصحاب هذه الحديق فطاف عليها من ربك عذاب لأنهم استثنوا ومنعوا أن يساعدون المساكين فأنزل الله عليها نارا أحرقتها ليلا وهم نائمون إذن بيتوا النية السيئة في عدم التصدق على المساكين فأنزل الله بها نارا أحرقتها وهم نائمون فأصبحت تلك الحديقة محترقة سوداء كالليل المظلم فتنادوا مصبحين فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن اذهبوا مبكرين إلى زرعكم إن كنتم مصرين على قطع الثمر إذن ذكرنا القصة وسنكملها بإذن الله في الجزء القادم من هذه السورة المباركة سأعرض لكم الآن بعض من أحكام النون الساكنة والتنوين فذكروني بهذه الأحكام أحسنتم هي أربعة إظهار إضغام إقلاب أو القلب أحسنتم وإخفاء معتد أثيم ما الحكم في هذه الكلمتين؟ معتد أثيم أحسنتم الحكم إظهار التنوين عند حرف رائع الهمزة هماز مشاء هماز مشاء ما الحكم هنا؟ أحسنتم الحكم إضغام بغنى للتنوين عند حرف الميم وحرف الميم من حروف الإضغام بغنى نجد التنوين في كلمة والحرف في كلمة أخرى أحسنتم أن كان رائع الحكم إخفاء النون عند حرف الكاف رائع مال وبنين أحسنتم الحكم هنا إضغام بغنى نضغم التنوين عند حرف الواو وندغمه بغنى بارك الله فيكم الآن أعزائي الطلاب والطالبات سنستمع لسورة القلم أجر منكم الاستعاذة قبل كل تلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّا زِمَّ شَاءٍ بِنَمِيمَ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمَ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِثٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِثٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمُ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمُ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمُ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمُ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ عَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ عَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ عَذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِثٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِثٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمُ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِثٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِثٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمٌ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمٌ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ بارك الله فيكم ورزاكم الله خير على هذا الإنصال سنعيد التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْسِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومُ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم تعلمنا في هذه الحصة عزيزي طلاب والطالبات أحسنتم تمت التلاوة بإذن الله التلاوة الصحيحة لسورة القلم من الآية العاشرة إلى الآية الثانية والعشرون أحسنتم طبقنا آداب التلاوة واستخرجنا أحكام التجويد للنون الساكنة والتنوين بارك الله فيكم تعرفنا على سورة القلم وما ورد فيها من القصص عليكم عزيزي الطلاب والطالبات تلاوة سورة القلم من الآية العاشرة إلى الآية الثانية والعشرون وفقكم الله انتهى درسنا ألقاكم بإذن الله في الحصة القادمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر